ما يزال مصير المدن المستعادة من قبضة تنظيم داعش مجهولاً في ظل نقص المخصصات الحكومية ليعادة تأهيلها وعدم السماح لأهلها بالعودة في مشكلة أخرى تبكي هذه الديار أهلها بعد أن بكت قسوة الغريب والسطوة القريب مدن خالية من أهلها بعد أن هجروها مجبرين بسبب سيطرة تنظيم داعش عليها أو بفعل العمليات العسكرية التي أخرجت التنظيم منها فنتج عن ذلك دماراً كبيراً على المستويين الخدمي والاجتماعي فشلت المنظومة السياسية في تطوير نظام حكم يحمي ويظل الجميع فأنتجت كياناً عاجزاً عن أداء أغلب مسؤولياته تجاه مختلف القضايا المصيرية التي تتعلق بحياة المواطنين ومنها موجات النزوح التي فاقت أعدادها الملايين تقارير المنظمات الدولية والمحلية تشير إلى ازدياد معدلات النازحين خلال شهور الماضية من هذا العام بمقدار المليون ونصف المليون نازح عن 2015 أي بارتفاع العدد الكلي إلى خمسة ملايين في ظل اتهامات للأمم المتحدة والحكومة العراقية بالتقصير والفساد في إدارة برامج الإغاثة المدن المستعادة أو المحررة مصطلح بدى فضفاضاً في ظل حالة الغموض التي تعيشها هذه المدن خصوصاً تلك التي منع أهلها من العودة إليها كجرف الصخر شمال محافظة بابل أو سليمان بيك في محافظة صلاح الدين أو التي أخرجوا منها مرة أخرى لدواع ومبررات قال عنها المهجرون بأنها طائفية لم ينقطع التقصير الحكومي أو يتوقف عند مأساة النازحين وإغاثتهم بل تعداه إلى عجز كامل عن تأهيل المدن وإعادة إعمارها ونقص أو انعدام في التخصيصات المالية لذلك في ظل اتهامات بالفساد تشوب عمليات الإعمار على قلتها ناهيك عن تجاهل الحديث عن تعويض المتضررين لا تبدو سياسة الإهمال الحكومي بعيدة عن نوايا التغيير الديمغرافي الذي تحدثت عنه أوساط محلية ودولية وهذه النظرة يعززها صمت الحكومة عن عمليات الاستيلاء على الأراضي وتجريفها التي تقودها ميليشيات تحدث رئيس الوزراء يوما عن رسمية وجودها وهو ما يستدعي بالضرورة لاستعلام عن مدى تغلغ للدولة داخل الميليشيات وليس العكس